السلام سلام سلام تولمان ان شاء الله تكونوا كبخل يمجد تكون فيديو جديد الفيديو تاليوم بلدها لكم بحاجة جميلة جميلة ان شاء الله قلوا امين يعني الواحد دائما يفرح روحه ومالجه يقال حاجة ليكونوا نيغاتيف في حياته بسحة توجد طويلة جيدة لانه يجب ارتقته فربي سبحانه قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسونيش بالجام كمانت تحلو كما تما ونبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على سوال الله الفيديو تاليوم قبل ما نبدأوها انا حاب قابل ما نضمو معايا ونقولكم هدو اليوم تكون غائبة يعني عندي دور في خاصة مراجح نتقاسم معاكم ودايما انا ما نحبش نجيكم بحاجة راهي الدور بزا في اليوتيوب ودقائيها دور عليها نحاول دايما اني نعطيكم حاجة جديدة تنفعكم ونكون سوقتو استفدت منها انريا وجربتها حكا باش نتقاسمها معاكم ونفكركم فيها اليوم كما كنت شوفو هدرنا على كارتون ترمضان هدرنا على اساسيات رمضان اعطيتكم قائمة المشتريات لرمضان هكا باش تبدو توجدوا الاز مش دانية مينوت احنا عاود نحطها لكم كيكون قريب رمضان هكا لعباد اللي ما يحبوش يديروا كارتون ترمضان وحيقضوا انفاب وخطوط هدو ما الاساسيات والكماليات كنا هدرنا عليهم احنا هدروا على الظرف اللي هو ضرف اللحوم كيف نسينا هذا الظرف الظرف الاهم ضرف اللي حيكون في رمضان ويحتاجوه بزاف وانا بالكم تجار التعنات اللي ما يحبونا بزاف كيل حق رمضان يعني يزيدونا يفرحونا يزيدونا في البخي حتى نولو تلفتنا اسكنشو دجاج ولا لحم ولا اسماك ولا يعني نولو حيرين وش نشره ومع غلاء الاسعار من ذوكا ما نقدرش يعني نبدو نفرو ولا نوجدو من ذوك ولا نحاولو اننا نخبو حاجات بس كلي علمكم دواجن واللوحوم يقدروا يشدو حتى مدة ستة اشهر مجمد يعني عادي مرة هم ما يضروا ما والون لانهم يكونوا يعني بطريقة الاحتفاظ يعني تكون ملائمة هادية سقصوا عليها يعني حوسوا عليها في اليوتيوب تلقوها مدة يعني الاحتفاظ باللوحوم والدواجن بالنسبة للهنايا كومرا هو غالي يعني ما نقدرش هنا جوزة نفكر فيكم بلي ما تنسوش خمسمائة هلف تاعة كبش العيد لي معانا يفتح هدي تاعة كبش العيد وتبدأ من ذوكا بس كون من ذوك نبدو التحديات ما تنسوش تحطو خمسمائة هلف تاعة كبش العيد وما تنسوش تحدي تاعة عشرين الاف لي كمليات رمضان لي نحوهم من كل ضرف لي ما شفتش فيديو مع البل هاش كيف هندويو التحدي نحط لكم في صندوق الوصف الروابط هكا بش تلقوها كما قلت لكم هدرنا على ميزانية هدي بالنسبة للحوم احنا هدو على اللحوم دكارا هم الأسعار غالية بزاف يعني جاجة لجبتها بمئة رفا كمنيحة واني هدو الجاجة شابة يعني مش هدك جويجة صغيرة ما تنحي من هاوالو على هدو على الدجاج انه معظم يعني الشابجة الزائرية له هدي هي الأساسية في البروتين اللي له يستعملها كثرة اللي هي الدواجن ولا اللحوم البيضاء كل عشرة أيام انا ما فنقسمها كالرمدان يعني شاك زيجوغ نقسم ميزانية لعشرة أيام نحي منها اللحوم الدواجن لحما فروم البيض كل هادو حاجات شحن نكونسومي ونعرف روحي كيف هتعرف انت شحن تكونسومي تكونسومي على حساب عدد الأفرات عدد الأسرة يعني اش حلم واحد فرد اسكو تعرضو اسكو ما تعرضوش فرنطان يجوكم ضياف ميجوش وتانيك نوعية الوجابة يعني اسكو الوجابة بتاعكم حتكون بزافية البروتين الغالب ولا وجابة عادية يعني غير اللي لبنة هدك اللحم بالنسبة للبروتينك اسكو ديره كل يوم ولساعة دير مملاحات بسكو كاين عائلتي يديره يوميا يعني اهنايا للحم مفروم حيكون دايما لازم يكون موجود بالنسبة لي دير مملاحات يعني نحي نقص على رحم نفس الشي بالنسبة للأجبان اسكو تستعملوا أجبان بسكو أجبان دفوع نقص على رحم من اللحوم ونشرهم أجبان نحاولوا ان حاجة نديروا فيها جبن في بلاسة اللحوم بالنسبة للحلويات اسكو تديروا حلويات البيت وتشروا براه كابش نعرفوا كمية البيت هدو الحاجات يتستعملوها هدي اهم حاجات يديروهم النقاط ديالكم وشوفوا لانيباسي اببخيش حال صرفتوا لوحوم أنا لانيباسي كوتفت المليون لوحوم يعني الله يبارك كوتفت المليون لوحوم سوف تقولوا لي بزاف ولكن نقول لكم على حساب عدد الأسرة حساب يعني العردات سيسا دايما تحطوا في بلكم هدو النقاط نورازم هدو حاجات يتوفروا ما لقي انه رمضان فيه وجبة واحدة فقط ولكن لاح تكون كتر طاب خوتيين انو حنديروا في شربة لحم حمراء في البورة حنديروا اللافيونداشي ولا البولياشي ولا كما حبيته وفي الطبق الرئيسي حيكون هناك اللحوم يعني قادرة تكون أسماك قادرة تكون جاج قادرة تكون يعني لحم حمراء وقادرة تكون تانيك لعدان دولا لحم الجمل يعني حسب الولاي لكو فيها بس كده هدونا أسماك لازم معين نهدو الحم الجمل اللي يستعملوه كتر يعني أحبابنا ولا عائلتنا في الصحراء الكبرى دو كان نرجعو للعام الماضي العام الماضي في حشرية وأنا دايما كيما قلت لكم الحمدو الله في كل أسبوع من رمضان ندير دجاجات تكون محمرة يعني حتكون وبيان دي زوسي ولا نغمال حمرة هاد سيكتمو نسانسيال ديرا كل ويكند عندي دجاجة محمرة هنا يا ديجا ربعة دجاجات كيما يقولوا الوحدة إذا شيناها بمئة ألف يعني حتى حنا ربعة مئة ألف عندكم ندفون شي حتى ميتينا في ثلث مئة ألف لكويس يعني كويس ديفون دي زوسيهم نحط دي زوسي نفارسيهم وندير بيهم كاش بلادة جنسيتون ولا بهذه الطريقة كل واحد يأخذ موفصو خير من اللي يأخذ كويس كومبلي يعني بهذه الطريقة يعني تتوفروا أحسن بالنسبة لاني كان عندكم مئة ألف سدور دجاج انك ورحيتهم ولا استعملتهم مرحيين ولا درتهم دي زي سكالوب ولا يعني دايما نحاول اني يكون عندي مئة ألف بالنسبة لحوم الحمراء كدرت ربعة مئة ألف بس كل الحم الأحمر غالب يستفقوا على بلكم بالنسبة لحوم الحمراء اي مئة ألف للكيلو بالنسبة لسدور دجاج هدينا أشريتهم تسعين ألف بالنسبة للكيلو تاع الججر اهو تنين وخمسين ألف يعني في جوايا هو يلحق حتى خمسة خمسين في جوايا هبط على خمسين كل واحد يقولي هنا في الكومنتر يعني اش حال راهو عندكم الدجاج واش حال راهو تمن الحم الجمل يعني اللي ساكرين في الصحراء بالنسبة لدوكا في شهر يتانا انا نحطاها ببخيم ربعمائة ألف وطلة لحوم يعني ربعمائة ألف فما أكتر للحوم في الشهر العادي يعني مفيجي في رمضان في رمضان حيكون دفوا الدبلو للتريبل يعني بكل مصداقية هنا يا دايما نحاولو انه يعني نحاولو انه نبدو من دوك نخبوله بس كي اذا قلنا بني مليون ولا مليون ولا صحي راحونا بين لحوم ودواجين وبيض وكذا يعني لازم علينا هنا يا في الشهرية تعرمضان نحن نحسولها بزاف سيخطوح نوش دروحنا تانيك للعيد اللي يحلي اللي عندهم أطفال بزاف ويكسي وهم كذا وعلك وعلى بلكم تانيك بلا ما نقول لكم دايما على بها نبدو التحدي من دوك داخدوا رايي لازم عليكم حلقة عندنا من شهر حزبوا معايا ما ما زالناش بزاف يعني ولكن مئتين الف كل شهر راح تزيد يعني راح تزيدوها في روحكم نحو كل شهر مئتين الف الفين دينات جزائري هذي الورقة الفين دينات جزائري انتو تشوفوها والو ولكن شك مو انطموها هنلحقوا لصنة عمليون ولا ثمانمائة الف على الاقل نحاولو ان نقصوا منها هذو كل لحوم تال اسابيع ولا تال اشهر اولا علينا نحاولو ان شو دايما نصحكم شو داجات كومبلي يعني شو داجات وقطعوهم فضال لك اخاستر بحو هذيرو بها لي سوب يعني طرموها فلا سوب بتاعكم على بلكم بلي في رمضان انا شخصيا منطيبش كل يوم شربة يعني انديرت عيومين هذي نقولها لكم وكنت قعد معايا تلتية ما قوش لا لا ولا كيش كون كما انا بيكون مصداقية يعني ايجاجات كومبليت شو تلتية اربعة وتقطعوهم تربحوا الكركصات تربحوا الجنحتين تربحوا هذو حاجات التي تدرهمهم في سوب يعني تدرهم في شربة تعكم مع اللي يحب يزدي شري يعني لحم احمر يعني غلمي ولا يزدي بننبيه ولا بقري ولا كل واحدة اللي حسابو شي حب هذيك هترجع لي انا نعطيكم بصفة عامة يعني كيشو الداجات وتقطعوها احسن من انكم تشروه يعني مقسم سوف نضع لكم في صندوق الوصف الرابط كيف نقطعت الدواجن العام الماضي وكيف نضع لهم بالنسبة للحوم الحمراء كديرتها الميزانية لكل أسبوع لهم يكون نج Ludvika الدواجة حول الوصف الرابط كم يشجد ثوانيا لا يكون مجملين على الوصف الرابط كم ينجز سوف نضع للمشيئة الجهاز في الوصف الرابط كم ينفع لهم لكن أجل دواجه في دراج و تكون محتاطة لديكم في الوصف أن يكون لهم أقلقات كم تتعين مهنيين تطيرس على المهنين تزيدو يعني بقعوش تحو تشرو بس كل اتمينا حتغلا كتر فاكتر على بيها ننصحكم نفس الشي بالنسبة الاواني كانت بزاف لما يهضروا على الاواني نقول لكم الصبروا بس كل الاواني يدخلها على حسب اخر ما سمعنا على بيها حاولوا انكم تشوش هدو الموديل بس كيراهم حتحوا لي بخيتة حهم كتر وكتر بالنسبة هنا كي ما قلت لكم ما تنسوش تاني قاعدنا العشينة اللي في كنا درناها وطميت منها ينصام شابا هاديك لاسوم تاني كح نزيدها دايما نحطها مع هادي لاسوم ينضمها تعلو حوم بهذه الطريقة يكون عندي مبلغ تزج من اين ولا اكتر هادا كنتصرف به يعني بحرية بين كماليات واللوحوم اح تقولوا لي بزاف ولكن احبينو لك هنا روحوا يشوفوا انتم بعد نهاية رمضان شحلت كونسومي واردعوا لي في الخبر يعني احد كونسومي وقال لبيتاكم انا لاحبش نخزم لبيتاعي تاع رمضان يعني نخليها نزيد منها للعيد الاطحى على بيها نحاول قدر امكان يعني نصحكم تنحن كل شهر ميتين الف فهمتوا لي دايك كل شهر تنحو منها ميتين الف ديروها في الظرف لوحوم رمضان الفين واربا وعشرين وبعدها شوفوا انتم المرة الجاي احنا ادلكم على المصروف الاسبوع الى رمضان شوفوا كيفا نقسمو من جيبو دراهم تا المصروف الاسبوع الى رمضان لما شنستعملوه ولما كيفاش نقسموه حاطوا لي في لي كوماتا اذا حبيتو